دكتور سابت التغييرات الشروط التاني يعني أضافت بشكل إيجابي للفريق عملت حيوية ونشاط نزول حسام عادل، إبراهيم عادل راح باكريت حسام عادل بقى مهاجم تاني مع محمد رافة نزل الشروط التاني أيضا هشام مصطفى بقى وينج شمال، محمود لبيب عمل جبهة شمال وبقى نشوف كرات عرضية الشروط التاني أفضل من الشروط الأولين طبعا ودي من إيجابيات المطش يمكن أحلى حاجة في المطش بالنسبة للنادي الأهل يعني طبعا كان توقيت الهدف الأول اللي احنا جبنا فيه التعادل قدرنا أن احنا دي كانت أسباب الر منتدة أن انت تبقى خسران واحد سفر وترجع اتنين واحد ده عشام مصطفى اللي نزل الشروط التاني واحد من اللعبة اللي أضافت وغيرت في الشروط توقيت الهدف الأول في الديئة 39 ساعدك أن انت ترجع تاني للمطش أنا شايف الإيجابية الكبرى في المباراة دي أنا شايف مدرب عنده رؤية حسن محمد ده مدرب واضح كده أنه أنا شايف أنه تغييراته كويسة قوي جريء عجبني كذا مرة أنه بيغير طريقة اللعب ممكن القدرات البدنية للعيبة مش مساعداء بس أنا أنا شايف أنه هو المدرب ده مع الوقت حيفيد النادي الأهل لأنه واضح أنه عنده رؤية وجريء مش فارق معه هيفهم اللعيبة أكتر اللعيبة شكلها عندها نوع من التراجع البدني هيعالج المشكلة دي مع الوقت بس أنا شايف أنه الراجل ده عنده لمسة عنده رؤية ليه؟ الأول بدأ بأربعة تلاتة تلاتة اتكلم عمل التغييرات اللي احنا قلنا عليها بين الشوطين بنزول شاف أن الفرق عندها مشكلة في العمق الهجومي رح ساحب المهاجم شهاب ومنزل محمد رقفط ونزل برضو التغييرات تانية كانت هشام مصطفى هشام مصطفى العيب وينج صنع العاب برضو نزله وحولها لأربعة تلاتة تلاتة في بداية الشوط التاني يعني بدأ بأحمد وحيد وكباكة في وسط الملعب وبرضو نضم عليهم إبراهيم عادل ومحمد عبد الله وحشام مصطفى ومحمد رقفط بعد خروج مين؟ يوسف عفيفي في الربع ساعة الأخيرة رح محول طريقة اللعب تعتبر أربعة أربعة أتنين أو تلاتة لما إبراهيم عادل كان بيميل تحول لباك رايت فممكن نعتبر أربعة أربعة أتنين بنزول حسام عادل ومحمد رقفط فالمدرب اللي يسحب ظهير أيمن وينزل راس حربة تاني عشان يحطه حسام عادل جنب محمد رقفط ده مدرب عنده رؤية المدرب اللي يسحب الظاهرين الظاهرين بصراحة الشوط الأول كانوا سيئين للأمانة الظاهر الأيمن مفيش أطراف فقط لما نزل محمود لبيب ونزل إبراهيم عادل الشوط التاني النادي الأهلي بقى أحسن نوعا ما بس مش ده الأهلي اللي أنا مستنيه مش ده الفرقة فالفين وخمسة لسه السنة اللي فاتت قدروا يحسنوا بطولة الدوري قبل انتهاء من بدري قوي دوري بس 7-8 جوالات يعني المدرب ماشي كويس تغيراته كويس عندها رؤية بس تحس إن القدرات البدنية بتاعت اللعبة مش مساعدات الأدوات أو المكان مش شغال مع التوليفة النهاردة ما كسب المطش إبراهيم عادل ده ما يعودش احتياطي لازم يبقى أساسي نحية اليمين خلاص أنت أحسن باك يمين موجود في الفرقة دي إبراهيم عادل أنا شايف إن محمود لبيبي اللي نزل الشوطي التاني باك شمال كويس عمل لك كازة عرضية وأوفر الرأس الحربة أنا شايف حسام عادل بدأ يديك ملامح مع محمد رافط يديك كمان أحمد